مئة مليار دولار صادرات مصرية هل يمكن أن يتحقق هذا الرقم قريبا؟ أم أنه حلم بعيد المنال؟ المجتمعون هنا من صفوة عقول مصر الاقتصادية يبحثون إمكانية تحقيق هذا الحلم وفق المعطيات التي يتباحثون حولها على مائدة أخبار اليوم في المؤتمر الاقتصادي الثامن للمؤسسة الصحفية العريقة اقتصاد المصري متنوع وفي مزايا أنه هو مش ميركز على خطاع واحد فبالتالي أنت عندك كم كبير قوي من الخطاعات اللي ممكن يكون عندها قدرة على التصدير بداية من الحاصلات الزراعية اللي ليها تاريخ كبير قوي في التصدير في أوروبا والوقت الحالي الحقيقة مع مشروع المليون فدان أعتقد أنه فيه فرصة كبيرة جدا جدا أنه يبقى فيه زيادة في تصدير الحاصلات الزراعية في وقت العالم كله ابتدى يحس بأزمة في الغذاء بعد توقع موجة الشتاء اللي جاية الصعبة ست جلسات يرصد فيها الوزراء والخبراء المعنيون فرص التصدير المصرية في قضايا عدة على رأسها التنمية الصناعية والاستثمار والتمويل والطاقة ومشروع جسور للعبور للأسواق العالمية إضافة إلى النقل واللوجيسيات والتنمية العمرانية وتصدير العقار والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية نصدر في الوقت الحالي إلى شقاءنا في الأردن وفي ليبيا وفي السودان وبالتالي نطمح إلى أن نقوي خطوط الربط بين هذه الدول وبيننا وده يتيح أن نقدر نصدر أكتر في الوقت الحالي الحاجات اللي لها قدرات معينة وإحنا ماشيين طبقا للقدرات الموجودة في الشبكات الحالية ويمكن أن أقول في المؤتمر أن فيه خط ربط إن شاء الله تحت الإنشاء وقد تم توقيع عقود المقاولات يعني مش بقى مذكرات تفاهم وخلافه لا دي عقود حقيقية للتنفيذ ده يقدر يتعامل في تبادل طاقة في حدود 3 راف ميجا بين مصر والسورية هذه الرؤية الاقتصادية تأتي تزامنا مع اتجاه مصر نحو الاقتصاد الأخضر وهو من المحاور الرئيسية التي ركزت عليها مصر في قمة جلاسجو الأخيرة للتغيرات المناخية وتسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية في هذا الإطار وهي تستعد لاستضافة قمة التغيرات المناخية المقبلة ممثلة لقارة إفريقيا عمر أبو قبل مصر جديدة ETC